موسيقى برحب بحضرتكم مجدداً وبرحب بضيفي دكتور مجدي علام أهلاً بحضرتك معنا يا دكتور مجدي أهلاً وسهلاً أهلاً بحضرتك فانت دكتور مجدي طبعاً حضرتك قبلت زيارة والمؤتمر الصحفي للسيد الرئيس لبرلين ومن الواضح جداً اهتمام مصر بقضية تغيير المناخ ليه؟ لماذا كل هذا الاهتمام؟ والله أولاً مصر من الدول التي تضررت بتغيير المناخ دون أن يكون لها زم ويمكن حديث الرئيس عفتاح سيسي دائماً يقول مصر وأفريقيا لأن أفريقيا على بعضها بمصر بالمنطقة العربية دفعت تمن لم يكن لها زمباً فيه والثورة الصناعية اللي تمت فيها كل التطور التكنولوجي اللي في أوروبا وهذا الغناء على مستوى العالم طوال السنوات والعقود اللي فات 500 سنة بيحقنوا انبعاسات غزاة احتباس حراري في الغلاف الجود 500 سنة وبالتالي كل الدول التي قدمت ما استفدناش غير بالضرر احنا وقع لنا الدرر أفريقيا وقع على مصر وأفريقيا مزيد من التصحر مزيد من الكفاف موجات رهيبة من ارتفاع درجات الحرارة نعم نسبة ارتفاع مياه اللي بدأت تدوب في القدب الشمالي مشيت في المحيط الأطلانتي ووصلت للفلاح المصري في متوبس تلاقي المية هناك يقول لي بيه المية طب الأرض طب بلت فالمية خلاص المية الملحة دخلت على المية العزبة فيه ما بين الفرعين ما بين فرع وادي النيل وبين فرع دميات ورشيد طبعا ده غير التصحر وغير كسبان الرملية اللي في جنوب مصر فيه أسوان وغير أيضا نسب الجفاف اللي مفاجأة ارتفاع درجات الحرارة اللي توصل لغاية تسعة وتلاتين واربعين وواحد واربعين درجة طبعا أنماط الزراعة نفسها تعثرت وخصوصا احنا عندنا مثلا قصة شهيرة ان المانجو الإسماعيلي في الإسماعيلية وهي طبعا مشهورة بزراعة وانتاج المانجو فقدت أربعين في المية من انتاجها لمجرد أنه خمسة أيام بارد تلعو في الجو الحر فالزهرة نفسها لم تكتمل دبلت زهرة الصمرة فخسرت إسماعيلية أربعين في المية من انتاجها ولا كأن حاجة حصلت بالنسبة للناس دي ما خدتش حقاها من المتسبب في التغيرات المناخية طبعا في بلاد عملت نهضة كاملة زي الصين مثلا الصين والهند وجنوب شرق آسيا عملوا في ما يقرب من خمسين سنة في الخمسين سنة حرقوا ما يساوي أكتر من خمسين سنة عشان عايز يوصل بسرعة وينافس الولايات المتحدة الأمريكية الصين عندها أكتر من عشر تلاف منشأة استعمل بالفحق لغاية النهاردة ما قفلتهاش هي والهند وجنوب شرق آسيا بيساهموا بنسبة كبيرة طبعا الاتحاد الأوروبي كان هو اللي بيحتل الرقم واحد في غازات الاحتباس الحراري لكن الحقيقة هم بدأوا يلتزموا وبدأت تتراجع نسبة غازات الاحتباس الحراري بس بعد إيه؟ ما هو حصل تصحر في شمال أفريقيا وضرب مصر وليبيا وتونس والجزائر وفي نفس الوقت أنماط الغذاء نفسها تغيرت وتأثرت يعني الأخطار جزء كبير من الأخطار اللي حين فيها كمصر وإفريقيا مستوردة مستوردة ما لاش زمد نتيجة التقدم الصناعي ما هو رئيسي شئالها كذا مرة قالوا احنا عايزينكم بس طب ساعدونا أن احنا نصلح الدرر اللي انتو عملتوه وفي مرحلتين في موضوع المناخ ده في مرحلة التكيف أن خلاص بقى قداء وقدر درجة الحرارة هتبقى عالية فهبتدأ أعمل صوبة بزراعية وأعمل الصوبة دي هايدروبونيك ودي أكوابونيك والرئيس عامل مشروع الميت ألف صوبة الصوبة تحاول تحاول ستة فدان نتيجة تغير درجة الحرارة وتأثيرها على ما أنت تتحكم بقى الصوبة دي معناها أن أنا بعمل جو بسيطرة يعني عايزة أعمله جو بارد أطلع نباتات في الجو بارد أو عايزة أبقى حارة أطلع نباتات في جو أحب أتحكم أنا في المناخ اللي داخل هذه الصوبة بس دي زراعة صناعية زراعة يعني زكية نعم نعم بنعمل سمارت فيلش فيه لكن الطبيعي بتاعنا لا طب أنا أزنب الفلاح اللي في أسوان حجم الرملة اللي بتاكل من الأرض والكسبان الرملية اللي بتسحف عليه وحجم الرجل اللي في كفر الشيخ نفس الحكاية أرضه اللي فقدها نعم طبعاً ما بتكلمش بقى على الناس اللي بنت على الأرض لا ده موضوع تاني ما زلنا بنكلم على الأخطار المستوراد آه لا يعني الحقيقة ده طبعاً كان يعني خطأ بشري لكن كانت النتيجة أن الدولة المصرية مثلاً رئيس سيسي بيفتتع أكبر محطة تحليت مياه في المحسامة عشان يزرع 500 ألف فدان في سينة عشان يزرعهم وهيزرع كمال 600 ألف فدان في الجزء اللي على طريق واد النترون و500 ألف فدان في منطقة المغرى نعم بنقرب من حوالي 2 و1 من 10 مليون فدان لو إحنا أضفنا توشكا ليها نعم ده هيعود شوية النقص اللي تم في الأمن الغذائي لكن هل هيفضل عندي استراد آه هاسترى مستمر إن أنا استراد أستورد الأمن طبعاً عندي نسب حصيلات لسه باستورد فيها لكن نجح مركز البحوز الزراعية وزارة الزراعة أن هم يعملوا زي يعني الجزور تتحمل اللي احنا بدأ باسمه التكايف بقى تتحمل الجفاف وتتحمل درجة الحرارة وفي نفس الوقت تزود إنتاج الفدان من الأمح بدل ما بتكلم على 3 و4 بتكلم على 12 فطبعاً الموضوع بتاع التغيرات المناخية الدول الأفريقية ومصر وعا في الجدائم الرئيس السيسي يقول أفريقيا ومصر كلم عن أفريقيا صحيح أكتر منطقة في العالم وقال يجب التفكير في الخسائر اللي هتتحملها الدول النامية بشأن المناخ من عرض لا ومن الحظ بقى إن المنطقة الخالية الوحيدة اللي هتخفف غزات الاحتباس الحراري بتاع كل دول العالم ما هي أفريقيا لعني ما فيهاش لصناعة ولا نقل ولا فيها كهرباء فيهاش نفس التقدم فهي القر يعني انت تشوفي بصور الأمر الصناعي تلاقي كله لون أحمر يعني كله في أوروبا وفي أسيا وفي أمريكا اللون طالع اللون الأحمر ده نتيجة الاميشنز عالية من الست غزات اللي هي كسيد الكابريت والكربون والناتوجون وغيره ده تلاقيه بقى في أفريقيا مفيش دي أفاضية ولذلك حتى تخفيف أزمة المناخ أفريقيا هي اللي هتقوم بها فالرئيس كان بيتكلم على إنه طب يا جماعة أنتوا تسببتوا في الضرر طب ساعدونا في أن احنا نحاول يعني ندي الفلاح المصري مثلا ترومبا بالطاقة الشمسية عاملين فيه مشروع مثلا مشروع الاستثمارات الزراعية سيل ده عامله وزارة الزراعة في 90 ألف فدان هذا المشروع عامل نمازج للزراعة المستدامة مثلا وعامل 350 ترومب بتعمل بالطاقة الشمسية وبقى الفلاح اللي هناك المصري ولاده بيعرفه يصلحه يعني حتى الناس الخواجات مستغربين يعرف يصلح لو الفوتو فولتش بليه ده حصل فيه حصل ياه والموتور بس يعرف يصلحه يدخل ما بقاش يجيب بقى يروح لازم يروح أسوان أو يروح المينيا هو بيتعامل خلاص بيتعاملوا معاه لا وتلاحظي كمان أنه فيه يعني تصابق على التحول للطاقة الشمسية صحيح وتلاقي على الترعى ما صاري الترعى نفسها سواء في واضي الصعيدة أو في مناطق الصعيد بالذات هتلاقي القلة المكينات الرأي الشهيرة بالدخان بتاعها والضوضاء بتاعها قلت قلت وتلاقي الواحة الطاقة الشمسية زادت الثقافة بتاعت الفلاح المصري بتتغير للأفضل على طول حول ليه لأنه حاجة طبعا ما بيتغرموش يعني هو خلال بالك ميزة الطاقة الشمسية مش دا في حاجة إنه هو ما بتفعش حاجة لكن كان لازم يروح يشتري يعني الوقود اللي يشتغل به لكن طبعا ما زلنا محتاجين أنماط زراعة حديثة وده اللي بيحاول المركز اللي بيحوز زراعية الحية رئيس المركز ومعه فريق كويس بيعملوا شغل في هذا الموضوع لكن مصر عمل التميز مثلا زي نباتات المنجروف مثلا وزي الججوبة والنباتات دي اللي هي تعتبر على أنها الجدارية بالنسبة لتثبيت شواطئ البحر الأحمر مثلا لكنها أيضا مفيدة للكائنات الحية ومفيدة أيضا لأنها بتربي هذه الكائنات البحرية وفي نفس الوقت الجزء او الجذاب للسائح اللي جاي عايز يشوف عايز يشوف سواء الأسماك الملونة أو حتى بالنسبة للطيور اللي بتقف على شاطئ البحر أو التجمعات لما يطلق عليها السبخات احنا بنونا عليها السبخة اللي هي منطوبة فيها ارتوبة وفي نفس الوقت بيطلع فيها زرع طبيعي فدي بتحب تشوف الطيور وهي جاية للطيور المهاجرة احنا بدنا خمس مسارات في مصر للطيور المهاجرة على مدار السن 26 مليون سائح العالم بيجوا يتفرجوا على الطيور في العالم سياحة مشاهدة جديدة دي جديدة سياحة المشاهدة يجي يقعد كده في برج كده ويدانه مستني يشوف الفوج بتاع الطيور وهو طالع طبعا هم يعني زي ما القرآن عليهم بصباحا ومساء يشوفهم وهم راحين صباحا وراجعين فدي بقت الوحدة سياحة يعني سياحة مشاهدة الطيور غير سياحة الغوص طبعا غير الزراعة اللي أنا بعمل عليها انتاج غزائي غير أيضا المحميات التبعية طب سؤالي هنا يا دكتور مجدي والعالم إذا كان معترف حقيقة بأنه هو سبب رئيسي نتيجة تقدم الصناعي اللي حصل بشكل أضر البشرية بشكل عام وأضر طبعا مصر وإفريقيا أيضا بشكل خاص هل العالم هيستجيب هل العالم هيشارك إزاي يعني هيعمل إيه العالم لهذه الدول هو يعني يبدو أن فيه نية صادقة لأنه هم الحقيقة شافوا أثر المناخ عندهم يعني الحرائق اللي حصلت في كاليفورنيا صحيح وحصلت في أسبانيا وحصلت في أستراليا وحصلت في إيطاليا وفرنسا يعني دقت عليهم أبوابهم فما يقدروش دلوقتي مش هيقدروا يهربوا منها وفي نفس الوقت هو عايز يعمل ريستوريشن لها فهيضطر يستثمر لعودة زراعة هذه الغابات وهيضطر يساهم مع الدول اللي هتعمل غطاء أخضر زي المبادرة مثلا بتاع وليه عهد السعودية والمصر مشاركة فيها والأردن وكذا دولة عربية بحيث أنه هم يعملوا أحزمة خضراء تحد من أثر التصحر والجفاف وفي نفس الوقت تحمي الزراعات المنتجة غزائيا نعم طبعا غير صناعة الأخشاب لأنها بتوفر في الآخر أخشاب غير أنها بتشكل حزام الغابات نعم وفي نفس الوقت هي بتثبت أيضا المناطق الهشة الحروف اللي هي على حدود بحار بحيرات عيون والآخر الجزء من التعاون الدولي كان مخصص نتيجة أنه هم يعني اتأثروا آه طبعا اتأثروا وبعدين ما تقدرش تبني في الهوى صور يعني هو بيبعت لنا ملوثاته يعني أنت الفلاح المصري ممكن يلاقي يقولك بيه الورقة حرعة الورقة حرعة دي بقعت الميا الأمطار اللي جات أو الندى اللي محمل بأكسيد الكابريت والكربون والنيتروجين احنا بنقول عليها بالبلد مية نار آه بتخلي الورقة الخضرة صفرة آه فالفلاح يقول لي كابيل ورقة حرعة الورقة حرعة دي ومسلا جنب أي مصادر تلوث تلاقي الندى الصبح واخد البخار والملوسات صحيح ومتأثر على الورقة الورقة طبعا لما تحرق الاستكمال بتاع نمو الشجر نفسه ضعيف وبقت شجرة ضعيفة وده على فكرة بيقوله كمثال بسيط لما يطلق عليه أجزاء من ظاهرة التصح إن معظم الأراضي اللي كان عندها غطاء أخضر بقت أراضي قاحلة وشبه قاحلة أي يعني تمشي فيها اللون الأصفر أكتر غالب على اللون الأخضر من لون الأخضر عايزة مية وبزور وعايزة حماية من المناخ ودي لها تكلفة تانية خالص بقت التكلفة تلت مرات يعني بقت تلت أمثال التكلفة ما تدريش تقولي عليها أن هي ده مرة وهصلحها وخلص ده ميزة بقى الزراعة الزكية الزراعة الزكية بتخليك تعوضي الفقدان بتاع هذه المساحات لكن في شكل الصوب الزراعية الأكوابونيك والهايدروبونيك حرجعتني لمسألة العالم هيتعامل إزاي مع التغير المناخ مع الدول الأفريقية ومنها مصر والكلم سيادة الرئيس النهاردة على مادة تأثير على الغذاء وعلى الطاقة وعلى كل الأشياء هل هيحصل أو حضرتك شايف أنه استعداد هذا العالم هيحصل تعاون ما تنصيق ما تبادل ما شايف إيه اللي ممكن يحصل والحياء الرئيس السيسي المجهود اللي بزلوا هذا العام في اللقاءات المباشرة مع صناع القرار سواء ملوك أو رؤساء أو رؤساء حكومات يعني الحقيقة أنا في اعتقاد إن شاء الله سيصفر إن كوب 27 يعني بإذن الله هينجح في تخط العقبة الكاود اللي إحنا فشلنا فيها من 1992 من 1992 بنحاول نعمل اتفاقية للمناخ خدنا لغاية 2015 لما نجح ماكرو الرئيس السيسي ومجموعة رؤساء إن هم يعملوا اتفاقية نعم كانت أول مرة من 1992 ل2015 من محاولات كانت من 92 محاولات من 92 يعني الفاكرة أنا حضرت مع الدكتور مصطفى كامال طول بالله الله يرحمه وهو بيعلن بداية إعلان وكان الموافقة عليها صعبة جدا والدول الصناعية مش عايزة تمضي عليها صحيح وهم يا دوبك هيمضوا برضو يعني هم حتى في بس فكرة التحرك التحرك يعني في فرنسا مضوا أيوة بس الملحق التنفيذي ما كانش توقع وده اللي عطل الموضوع أن الملحق التنفيذي لغاية دلوقتي ما كانش توقع لندخل حتى في جلاسكو في كوب ستة وعشرين اللي فات فشلت في آخر لحظة على جملة واحدة إن احنا بنتكلم على التخلص التدريجي ولا الخفض التدريجي كانت المسودة دخلة على التخلص التدريجي يعني ايه التخلص يعني مش هنستخدم فاحم وبيترول بعد خمسين سنة لا عودة ليه عدم نستخدم خلاص بعد خمسين سنة مش هنستخدم على آخر لحظة القوى الصناعية راح تمغيرها التعبير ده وهي الأقوى أو خلته الخفض الخفض التدريجي الخفض لا يعني تخلص يعني هستمر فيه هخفف النسب بس هخفف النسب وده التحدي بقى اللي ملقى على عاطق مصر وعلى الرئيس ايه انه ينجح فيه اقناع هذه الدول الصناعية اللي مش عايزة تخسر طبعا مش عايزة تقلل صناعيتها ومش عايزة تدفع فلوس في التكنولوجيا الجديدة صحيح فيه انها لتكون لأول مرة يعلنوا التخلص التدريجي واحنا كخبراء بيقى موافقين على اي مدة زمانية بس يمضوا اه بس يمضوا الاشكالية الكبرى في الامن صحيح لانه الزام اه لو مضى قال انا معاكو في التخلص التدريجي نتفاوض في المدة زمانية ما عندناش مشكلة مشكلة فيها على فكرة دي العقبة اللي افسدت كل الكبر المحاولات المحاولات السابقة لانه طبعا التخلص التدريجي معناها ان انت كصين مثلا او كامريكا هتمضي انك في خلال مدة زمانية مش هتستخدمي فحل ولا بترو معه لازم هما يبقوا في بدائل فالبدائل بالنسبة لهم اعتقد ان هي اغلى كتير والتكلفة الاقتصادية او المادية هتبقى اكتر فبالتالي ده هيخسرهم ده يبدو انها اغلى لكن لو حسبتيها بصحة الناس ده 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 مضوعتين اه لو حسبتيها بالامن الغذائي وده الاغلى اه ولو حسبتيها بان انت بتحفظي على النظم البيئية سواء طربة او مياه غريبا انه على متقدم وما بيفكرش في الحاجات دي لا مكسب يفكر المكسب والمصالح ده اسمه القايند ده مكسب نوعي نعم مش هازم المكسب ان انا اكسب من برميل البترول مئة دولار لا المكسب تفكرش بالطريقة دي هم دي المفروض التنمية المستدامة هم بل احنا قلنا ليه فيه 17 هدف للتنمية المستدامة ورؤساء الملوك مضوا عليها نعم يعني 17 هدف للتنمية المستدامة فيه اول بندين القضاء على الجوع وتحقيق الامن الغذائي نعم طيب ما ده اول بندين فيه طب انا حفق امن غذائي ازاي وانا بدمر بالنظم النظم البيئية نعم فهي دي المشكلة انه فيه زي ما تقولي فجوة ما بين ما وقعوا عليه الدول والتنفيذ والتنفيذ ودي دايما المشكلة الله دي المشكلة الرئيسية المشكلة الرئيسية العالمية لا دي المشكلة الرئيسية لانه الدول الصناعية مازالت عندها اقتناء انه زي ما تقول اخلص البترول الاول الاول وبعد كده بتدور علي التكنولوجيا التانية عندي صحيح لا وخلصوا عند دول اخرى واحتفظ انا بالمخزون الاستراتيجي بتاعي يعني فشعري ان هما ما عندهمش رغبة حقيقية في ان هما يسيبوا البترول والفحم شان كده التحدي كبير لمؤتمر نوفمبر القاتل لا تحدي صعب جدا وهتبع مسؤولية كبيرة بس احنا واسقيني رئيسي سيقدقوا بدود واعتقد ان مصر ستكون نقطة تحول بالنسبة لمؤتمرات كوب 27 كلها وكفاية ان المجهود محسوس من قبل العالم لجاه المؤسسة الرئيسية في هذا الملف التحدي العالم كله حتى التجمعات الرئيسي سيلتقى بيها سواء في حوار بتسبرج او في اللقاءات الاخرى يعني حتى في قمة المحطات ولم يترك قمة لها علاقة بالبيئة او بالمناخ الا ما تحدث فيها وهي نقلة نوعية جمد الملف المناخ انه ينتقل لهذا المستوى السياسي يعني زي ما بقولوا الرفيع شكرك دكتور مجد علام شكرك فندم على الاستفادة والمعلومات اللي استفدناها من وجود حضرتك معنا شكرا بشكر حضرتك واشوفك بكرة على خير مع تحية يا عزة مصطفى وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة